اشتركوا في القناة هاد الحافلة اللي جرفتها المياه والبرح وفي العواد بانه الناس فرحوا بتشتاء وتقريبا كان الجفاف من 6 سنين هادي حتى الناس قع تقريبا كان لي والتي كانت تبني الناس غالش نسمى بقص كاعة تبني الاشتاء وفرحوا الناس ولكن هاد الفرحة هاد المنا هاد الحادث هادا وان كان هاد الامر دي الله سبحانه وتعالى حتى واحد ممشى القدر دي الله سبحانه وتعالى وهذا الصيد هذا نحتسبه عند الله سبحانه وتعالى الشهيد ودوك الناس كلهم اللي تفقدوا دوك الناس اللي مشاوا تلب الله سبحانه وتعالى اللي يجعلهم الشهداء من عنده ويتقبلهم بقابلين حسان وما نقوله غير اللي يرضي الله سبحانه وتعالى الله يصبر الوالدة ديالو الوالدة ديالو والزوجة ديالو والولدة ديالو رخلا ووليد وبنية اللي خلا تلب الله سبحانه وتعالى يجد عليها الرحمة والمغفرة وهذا الموقف الزنائزي اللي كان ذا بلشته حضرته لي هاتشي عدل الجنازة دياله لا دليل بأنه أكيد مناهن الخير طلب الله سبحانه وتعالى يجعله عنده كذلك لأنه شهود ديال دنيهم واللي كي يكونوا شهود ديال الأخيرة والله يلحقنا بيهم مسلمين ورحموا ويدين ديالنا ويدين المسلمين جمعين وهذا الناس كل شهم ليتصابوا بهذا الحدث اللي مشاولي من الضيور ليتألموا في هذا الحدث والسلطات العمومية من العملاء من تجهيز من الفلاحة من الوقاية المدنية الأمن الوطني القوات المساعدة القوات المسلاحة الملكية اللي يتجندوا كلهم لهذا الحدث طلب الله سبحانه وتعالى يجازيهم الجزاء والأوفاء وتضامنوا مع الساكنة وكله وتضامنوا مع الناس وكان حسن الناس بأنه راه بحل لواحد اللحمة وبحل واحد الجسد واحد الله يغفر لنا وليهم ويرحم هذه الجهادة وكلهم يتقبلوا ويحتسبهم من الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر